في وسط الكلام عن الأطفال أو الطلبة بتوعنا سواء احنا بنتكلم اليومين اللي فاتوا فيه نتائج سنوية عامة فالكلام عن التعليم ومستقبل التعليم في مصر وولادنا عاملين ايه في المدارس احنا ما زلنا بنقول زي ما بنقول دايما ان مصر ولادة العقول المصرية دايما رائدة في مختلف المجالات وده مش كلام عشان احنا بنتكلم كمصريين وطفل المصري لا هو أدية حقيقة ومثبتة وبالنتائج وبالأرقام وبالإحصاءات وبالمسابقات وبالمراكز اللي بتحقق على مستوى العالم كله في مختلف الاتجاهات وبرضو في مختلف الأعمار اذا كنا بقى بنتكلم عن اختراعات مهمة فمش بنتكلم على طلبة في الجامعة مش بنتكلم على طلبة متخرجة أو مهندسين لا احنا النهاردة معانا إنجاز يمكن إنجاز عظيم جدا وإنجاز جديد الواحد يعني بيفخر وفيه قشعاريرة في جسمه كده بيحس بيها لما بيقرأ أو بيسمع عن طلبة مصريين من الأقاليم في تالت عدادي وفي ابتدائي ياخدوا مراكز عالمية في اختراعات زكية احنا معانا طالبين يوسف أحمد عبد الوهاب ده في تالت عدادي وأخوه عبد الرحمن ده في ستة ابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى علي بطنطة ولادنا دول فازوا بالمركز الثالث على مستوى العالم في مجال المشروعات الخاصة بالابتكار وخلينا هنا بس أقف عند فكرة المركز الثالث على مستوى العالم لطلبة في تالت عدادي أخين في تالت عدادي وابتدائي في طنطة محافظة الغربية وده من خلال المسابقة الدولية للابتكارات الزكية الحقيقة كل يوم مهما كانت الدنيا بيديه على الناس في حاجات ومهما كان فيه مشاكل بس الأمل بيتجدد فيه شباب مصر اللي لسه بيطلع يعني ده شباب نشأ لسه بيطلع احنا في تالت عدادي لسه قدامنا سنوي وجمعة لما نشوف طلبة زي عبد الرحمن وزي يوسف أخوك كبير بيفوزوا بمراكز عالمية في الابتكار وكمان بيسجلوا براءة اختراع بعد فوزهم في المسابقة عالمية للابتكار والاختراع يعني ده موضوع يخلينا كلنا نفخر ونقول مهما كان فيه شدة ومهما كان فيه صعوبات لأ احنا عندنا الولايات بتوعنا حاجة تفرح حاجة تشرف